كلنا طبعاً بنستعد النهاردة والفريق بيستعد لمباراة زي ما كابتن هاني قال مباراة مهمة جداً أمام للتحاد السكندري موسماني الحقيقة المدير الفني بيعلن النهاردة قائمة الفريق فريق النادي الأهلي القائمة بتضم رامي ربيعة يسر إبراهيم محمود كهربا حمدي فتحي مروان محسن أيمن أشرف علي لطفي وحسين الشحات محمد الشناوي عمر السلية أفشا علي معلول ومحمود وحيد وجرالدو ومحمد هاني ومصطفى شبير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطهر محمد طهر وعربي بدر وبدر بنون الأسماء والصفقات بتدت تظهر حقيقة صلاح محسن وبكده القائمة بتشهد زي ما قلنا الكتير من يعني أكتر من لاعب الحقيقة سواء من العائدين من الإعارة زي صلاح أكرم ناصر ماهر كمان طبعا الصفقتين المهمين اللي بنتكلم عنهم بدر بنون وطهر محمد طهر طبعا أكيد إضافة قوية لفريق النادي الأهلي طبعا زي ما احنا قدام حضراتكو دي قائمة النادي الأهلي مباراة بكرة وزي ما احنا شايفين يمكن كلامت زي ما بقول لكم مع اللعيب مبارح هو كمان الاستعدادات تمت على طول بعد النهاية الأفريقية شايفين القائمة مكتملة أعتقد كل اللعيبة الحمد لله بعد إجراء المسحة ما فيش عندنا أي مشاكل دخول برضو طاهر محمد طاهر الناس كلها مستنية الصفقات الجديدة بنتكلم على كمان المجموعة اللي راجعة من الإعارات زي أكرم توفيق زي صلاح محسن زي بنتكلم على ناصر ماهر بنتكلم على أسماء كمان دخلة وده مهم بدر بنون طبعا أول زهور ليه في قائمة النادي الأهلي إن شاء الله بكرة متواجد إن شاء الله يكون صفقة تضاف لبدر نفسه وتضاف للنادي الأهلي بشكل كبير زي ما قلت لكم يعني النهاردة كمان الأهلي بيرتسم القائمة دية وبيستعد بشكل أكتر يعني جديا جدا أنا عارف إن أنتوا ألقانين والناس بتقولي احتفالات لكن كان من حق اللعيبة تحتفل تحتفل بشكل مش مبلغ فيه زي ما بقول لكم أنا طمنتكم إن حتى من خلال حواري مع اللعيبة يعني ببتصل باللعيبة دايما آه ببركلهم لكن كمان عندهم تحمل المسؤولات كبيرة جدا وخاصة إن إحنا بنلعب قدام فريق كبير زي فريق نادي الاتحاد السكندري وفي بطولة غالية بطولة كاس مصر أيضا من البطولات المفضلة للنادي الأهلي فدي بطولة إن شاء الله على الطريق يعني والمشوار البطولات متواصل بشكل كبير جدا إحنا عارفين طبعا إن كمان القايمة الأولى اتبعتت النهاردة للاتحاد المصري وغاب عن القايمة السلاسي قال له باجي طبعا وصالح جمعة وأحمد الشيخ أكيد السلاسي يعني كمان مش عايزين ننسى إنهم كليهم دور مع الفريق يعني آه الأدوار مختلفة وباجي صالح جمعة أحمد الشيخ بنقول لهم ألف شكر على ما قدمتهم مع النادي الأهلي النادي الأهلي دايما يعني ما بينساش حتى أولاده يعني آه بنختلف كجماهير على المرضود الفني لبعض اللعيبة يعني ممكن نتناقش فيه على المستوى الفني صالح كان ممكن نيدي أكتر من كده صالح خد فرصة ما خدش فرصة كل ده كل دوت يعني خلاص الصفحة دي تقفلت تماما والنادي الأهلي بيشكر السلاسي ونشوف كمان ونشوف إن شاء الله بإذن الله صفقات النادي الأهلي اللي جاية أنا في رأيي رجوع ولادنا من العارة ده دي صفقة وصفقات إن شاء الله تكون على مستوى جيد جدا فبنقول ألف شكر الباجي بنتكلم على صالح جمعة بنتمنى له التوفيق وكمان أحمد الشيخ إن شاء الله ربنا يوفقهم فأي نادي يروحوا ويظهروا بشكل جيد ويثبتوا إمكانيات أفضل ما قدموه مع النادي الأهلي إن شاء الله أكيد مشوارهم لسه قدامهم مشوار لسه طويل وبنتمنى لهم فعلا كل التوفيق اليوباجي صالح جمعة أحمد الشيخ اشتركوا في القناة